موسيقى تكريم قيمة ومنشيئة الكرام الذين يعتزون بأداء ورسالات زملائهم وأسدتهم من المحامين ولابد نحن نعظم من هذه الاحتفالية ليست احتفالية شكلية بقدر أن نقدم هدية متوضعة أو قيمة لمن نكرمه أو نصوره وإنما القيمة الحقيقية في التكريم هو أن تسبق سيرة هذا المكرم لدى جموع المحامين من الشباب حتى يكون عبرة ويكون هناك اعتبار لتجربة مهنية رفيعة تستاهل التقدير وتستاهل أيضا الاقتداء لأنه نحن نفتقد كثير من قيم الاقتداء والتعلم وده ثقافة بدأت تتلاشى من صفوفنا كمحامين وأنا كن دائما أحذر أبناء المحامين للشباب وهم في مختبر حياتهم وقبل أن يحلفوا اليمين القانونية للمحاماة أو لممارسة المحاماة كثيرا ما أنبه على قيم المحاماة وتخلدها وإن الحقيقة إن الإنسان هيظل طوال حياة يتعلم يتعلم ممن حوله يتعلم من أسدته ويتعلم من زملائه حتى يتعلم من أبنائه من أخطاء أبنائه وتلاميذه ويمكن للمحامي الكبير أن يتعلم وأنا يوجد محامي قد وصل إلى أعلى مراتب العلم الذي يظن نفسه أنه وصل إلى علم غير منتهي لا أعتقد أنه يعلم شيء وإنما الحقيقة إن إحنا طوال حياتنا باحثين عن العلم وباحثين عن الحقيقة وباحثين عن العدالة بكل مشاكلها وبكل مختضياته أنا لا أريد أن أطيل في هذه الأمسيات التكريمية لكن ما تم الحديث عنه من الأستاذ ماجدي متعلق بالأرض أو متعلق بما هو من مخصصات المحافظة أو مخصصات قوات المسلحة وأيضا الحديث اللي قاله الأستاذ سعيد نقيب السويس إحنا كنقاب عام وكلامنا واضح حنتبنى أي استثمار أي استثمار يكون في هذا المكان أو داخل مبنى نقابة المحامين في قاعات الحفلات أو الاحتفالات المختلفة بشرط أن يكون هذا الاستثمار تحت إشراف النقابة العامة يستمتع به محام السويس واستفيد به كل المحامين المصريين إذا جاءوا إلى هذا المكان لكن أيضا الإدارة الرشيدة الاقتصادية واستغلال العوائد بما يعود على صندوق المعاشات والرعاية الاجتماعية اللي بتخص كل المحامين مش بس في السويس في كل أنحاء الجمهورية باعتبار أن ما ينفخ من أموال نقابة المحامين يجب أن يكلوا عوائد حقيقية تعود إلى المحامين وأنا بقول عن الالتزام من نقابة المحامين نقيباً وأعضاءاً بأي استثمار يتم لمحامين السويس على أعلى مستوى من الاستثمار شريطة أن يدار بخواعد استثمار أخيراً كل التحية لحضراتكم أنا شايف حضور المترقب الحريص على التكريم في هذه الأيام الكريمة العظيمة الجليلة اللي احنا بنحياها خلال هذا الشهر واللي سبقنا أو سبق شهر رمضان المعظم عياد القيامة المجيدة بسيد المسيح لقواننا المسيحيين فأنا تواجه أيضاً للمحامين بكل طواقفهم المسلمين والمسيحيين بخالص التهانية كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله نشوفكم في كل مناسبة على خير لتكون المحامة دائماً بكم ومن أجلكم لمصلحة الوطن ولمصلحة مصر عاشت المحامة للمحامين وعاش المحامين للوطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته